الخبر اول اللي عدنا على الحيلة تيفي ووصول حسابها بالإنستجرام للثيم اليوم متابع في شغاله ألف مبروك وأقبال 10 مليون يا ربو طبعا لا تنسوني حبايب نتباركوا لي بلكومنتات على هذا الإنجاز الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأة اليوتيوبر فهو اليوتيوبر عدن هو أناسو بيسان فأناسو بيسان نزعوا على حساب بيسان بالإنستجرام شوية اشتريات على اليوم يخلعهن ورح ينزلوا المقطع باتر على قناة الناس شاي بالساعة بالأربعة لكن مقطع نار رح تقوم هذه الإنستجرام كتير حلو بتجنن وكونوا جاهزين لفيديو بكرة الساعة أربعة بتوقيت الإمارات رح اطلكم هون جرس اكبسوا عليها وكونوا جاهزين بسان كيف مبسوطة؟ مبسوطة شو بكرة اليوم؟ لا بكرة حنزلنا بكرة؟ لانه لسه ما خلص منتاج أما اليوم الثالثة عدفهم أناس وبصالة فأناسو وصل نزعوا على حساباتهم بالإنستجرام شوية تستوريات هذا من خلاله أنه رح ينزلوا المقطع طب مقطع حاني نزل لكم فاروحوا شوفوه الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم متابعين نارين بيوتيا على النور ستارت بالنور ستارت نزلت على حسابها بالإنستجرام وهذا البوست اللي كان بهذه الصورة أو هذا الفيديو فعين كل كومنتاج أنت يسهجمون عليها أنه هي تتحاول تستارت سيارة أنه هي عادة سيارة من هذا الكلام لسة مئة ألف متابع في إن شاء الله ألف مبروك وأقبال 10 مليون يا رب وطبعا لا تنسوا يا حبايب أن تباركوا لكمنتات على هذا الإنجاز الخبر السادس الذي عدنا عن طارق الباشا وكمية الكذب اللي سواه بالفيديو اللي نزلت صراحة كمية الكذب اللي قاله وحص الصورة اللي عسات ومدري شنو كل كذب يا حبايب والله صراحة ما لي نفس أرد على هذا الموضيع على الموضيع الحمد لله الناس عارفة من فهد الزين وعارفة كل الأشياء اللي قادة تصير مادري شكرا على وقفتكم إياي يا حبايب طبعا نزلت هذا المقطع شرحت بقي القصصة كاملة اللي صارت بني بان طارق الباشا تريدون شوفوه وحطوكم إياه بالوصف رح شوفوه وبصورنا حصلت للمقطعات في منطقة عيوكم نحطو للاك شركوا بقناة شاكوا في زي بقاطة منك القصص وبس مع السلامة